رمضانكم مبارك وأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقاتنا الرمضانية مع برنامجكم اليومي النهار ترندي والبداية مشاهدين الكرام ستكون بتفاعلاتكم مع حلول شهر رمضان المبارك وبالمناسبة مشاهدين وجه الرئيس عبد المجيد تبون خطاباً للأمة دعا فيه الجزائريين لاختنام الشهر الفضيل لتقوية أوصار الأخوة والتضامن فيما بينهم لنستمع إليه مشاهدين ثم نعود إليكم وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محمد رسول الله ألف صلاة ألف سلام عليه أيتها المواطنات أيها المواطنون أهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه الحمد لله الذي منع علينا بالمعافاة من وباء كورونا مما يسمح بالفتح الكل لأبواب المساجد للمصلين لأداء صلاة تراويح في جو من السكينة والطمأنينة كما أدعو إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل لتقوية أواصر التضامن والأخوة المعروفة لدى الجزائريات الجزائريين مشاهدين الكرام كما هنأ الوزير الأول أيمن عبد الرحمن الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكتب في تغريدة له على حسابه بتويتر نساء مرحمن تحل علينا بحلول شهري الخير والكريمة والجود رمضان مبارك كريم للجزائريات والجزائريين في الوطن وخارجه وبهذه المناسبة أتضرع للمولى العزيز القدير أن يعيده عليكم وعلينا بالصحة والعافلة واليمن والبركات كل عام والجزائر والأمة الإسلامية بألف خير مشاهدين تعليقاتكم جاءت كتالي نور تقول مبارك عليكم الشهر بيتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب اجعله فاتحة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية واشفي مردانا ورحم موتانا اللهم أمين يا رب العالمين وفي تعليق بشير قال رمضان مبارك للأمة الإسلامية عامة وللشعب الجزائري خاصة اللهم قدرنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم مشاهدين زين تقول أو الحمد لله يا رب لبلغنا رمضان اللهم معنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين نصوموا بالصحة ورمضان مبارك مشاهدين كانت هذه تفاعلاتكم ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني الفريق الوطني في الدم مشاهدين الكرام يبدو أن خيبة عدم التأهل إلى المونديا لا زالت صاحب الجزائريين والدليل على ذلك ما قم به هذا المناصر الجزائري الذي حضر مرسيم قرعة المحفل العالمي بالعاصمة القطرية حيث توجه المناصر الجزائري نحو رئيس الاتحادية الكاميروني لكرة القدم سامويلا إتو وردد المناصر عديد العبارات في هذا الفيديو الذي صنع الحدث والآن مشاهدين لنعرج على أبرز ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الهاشتاغ وهذا الفيديو نتاشا تقول جزائرية وأفتخر بابن الذي تأرى لـ 45 مليون جزائري في قرعة الغشاشين راح ربي جزاهم أحسن جزاء وفي تعليق نشيدة تقول والله يعطيك الصحة ونستعرف بك بردنا قلوبنا جزائري حر وفي تعليق آخر من نور الدين برهيمي يقول بارك الله فيك يا ابن الجزائر برتلي قلبي كأنه طلعنا إلى المونديال شكرا وفي تعليق آخر من رشيدة قالت بردنا قلبنا فيه إن شاء الله يتقصوا من الدور الأول ها تقول بارك الله فيك وجزاك الله كل خير شكرا وألف شكر رجل وسيدة أرجال مشاهدين أم خولة قالت الله يحفظك ويبارك فيك راجل وفحل ومؤدب بمعنى الكلمة إذن مشاهدين نور أماني قالت يعطيك الصحة يا سيدة أرجال حل ربي يعطيك الصحة والعافية ربي تقول لهم يا رب العالمين مشاهدين وبهذا التعليق نصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينج شكرا